بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السودانية في شأن آخر طلع رئيس السيسي على مستجدات تنفيذه الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كما استقبل رئيس السيسي أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاعي والإنتاج الحربية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير بنك المعرفة المصري وتعزيز دوره المهم في إتاحة المعرفة العلمية لجميع المصريين وكذا موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم بهدف تحقيق طفرة تنموية وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال كما تم أيضا تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف المحافظات ومواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم بالإضافة إلى عرض جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية مؤكدا أن قضية التعليم تحظى باهتماما بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلاة كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين من جميع الفئات والأعمار بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جوزيب بورل الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وقد أكد السيد الرئيس أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر سواء من ناحية كونه الشريكة التجارية الأول لمصر وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط من جانبه أشد السيد بورال بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وقد تناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة لسيما ما يتعلق بمكافحة الهجراء غير الشرعية والإرهاب كما تترق اللقاء إلى التنصيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية خاصة تطورات الأزمة في السودان حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وتناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعياً لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة كما تمت كذلك مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمية والدول النامية خصيصاً في ضوء التدعيات التي طالت أسواق الغداء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر